الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف لطائفة إلا لعلماء الحديث وبقية الطوائف لهم رحلة أيضا ولكن ليست مشهورة كشهرة رحلة أصحاب الحديث هم الذين كما قلت بذلوا المهج والأنفس وبذلوا الأموال وفارقوا الأوطان وفارقوا النساء والأولاد كل هذا بحثا عن لفظة في حديث يتعلق بها حكم شرعي ينقلونه للمسلمين جميعا قصة شعبة ابن الحجاج أنا ذكرتها قبل ذلك في أكثر من موضع ولا أرى بي حاجة إلى إعادتها لكنني سأذكر إن شاء الله تعالى عالمين كبيرين أحدهما مغربي والآخر مشرقي أما المغربي فهو الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد رحمه الله تعالى ولد بقي بن مخلد سنة مئتين وواحد هجرية وتوفي سنة مئتين وست وسبعين من الهجرة يعني عاش خمسا وسبعين سنة بقي بن مخلد هو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس وهو الذي زرع علم الحديث في الأندلس حتى أنه قال لقد زرعت لأهل الأندلس زرعا يقصد الحديث يعني لن يقلع إلا بدخول الدجال ومسنده أي الكتاب الذي ألفه في الحديث يعني هو أكبر مسند في الإسلام أكبر حتى من مسند الإمام أحمد بن حمل يمكن ضعف مسند أحمد بن حمل رحل بقي رحلتين في حياته والأندلس طبعا جنوب إسبانيا مش المغرب يعني مش المغرب العربي لا فوق الرحلة الأولى كان سنه عشرين سنة وظل في هذه الرحلة أربعة عشر عاما والرحلة الثانية ظل عشرين سنة أي بعيدا عن داره وبعيدا عن قومه مش ده العجيب برضو لأن في علماء رحلوا أيضا رحلات طويلة لكن العجيب أنه ما ركب دابة قط في طلب الحديث جامل الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمه وكان رجلا طوالا جلدا أربعة وثلاثين سنة يمشي بقي بن مخلد على قدميه ما ركب دابة قط وجاب العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه على قدمه خرج بقي بن مخلد مرة من الأندلس إلى بغداد في العراق دي يمكن تخل لها خمس ساعات طيران إن لم تزد يعني كان قصده أن يلقى أحمد بن حمبر وأن يأخذ عنه العلم قطع المسافة كلها فلما أرب من بغداد بلغه خبر محنة الإمام أحمد وأنه ممنوع أن يجتمع بأحد كان المعتصم سامحه الله والواثق أيضا كانوا ضغطين على الإمام أحمد يعني المعتصم جلد الإمام أحمد بهديه وهذا أسوأ ما فعله المعتصم واستفحلت محنة خلق القرآن في زمان المعتصم واستمرت في زمان الواثق ولم تكشف المحنة إلا في زمان المتوكل اللي هو أحيى السنة وأخمد يعني أهل البدع ورفع منار الإمام أحمد والعلماء العاملين من أهل السنة آنذاك أول ما أرب بقيب المخرج من بغداد أعرف أن المؤمن أحد ممنوع فاغتم لذلك غما شديدا لأن كده رحلته خلاص أول ما أصل بغداد بحث عن فندق رمل الشنطة بتاعته وبدأ يبحث في بغداد عن حلقات العلم وبدأ يسأل أحمد ممنوع ممنوع أن يكتمع بحد ممنوع أن يحدث الناس الكلام ده فضل ماشي بقى يلف في المساجد حتى وجد حلقة نبيلة نبيلة يعني مليانة ناس يعني وإذا رجل في وسط الحلقة وهم يسألونه عن رواة الحديث فيعدل ويجرح يقول له فلان سق فلان ضعيف فقال لهم منده قال له هذا يحيى بن معين قال ففرجت لي فرجة خلاص لا يتحد فقال له يا أبا زكريا أنا رجل غريب نائي الدار داري بعيدة أوي فلا تستجفني أي لا تعاملني بالجفاء اصبر علي وسألته عن رواة أخذت العلم عنه فعدل وجرح فقلت له حشام بن عمار وكنت قد أكثرت الأخذ عنه ما تقول فيه قال ثقة وفوق الثقة صاحب دين وصلاح لو اجتمل على رداؤه على كبر لم يضر لصلاحه ودين أهل الحلقة صرخوا فيه تعتقد الحلقة كلها لحسابك قال له طيب خلاص أنا هسأل سؤاله واحد بس فقال ليحيا ما تقول في أحمد بن حنبل فتعجب يحيا وقال أنا أسأل عن أحمد أحمد يسأل عن ذاك إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم ف بقيه من أخذ ترك الحلقة وقعد يسأل بقى عن بيت أحمد بن حنبل وصل للإيه وصل للدار طرق الباب خرج أحمد فقال له أنا رجل نائد دار من إفريقيا فقال له أحمد من المغرب قال أبعد من إفريقيا كان يقصد الأندلس فقال أحمد إن موطنك لبعيد قال له بقي أنا ما خرجت من بلدي إلا لأجلك وأنا رجل مجهول العين عندكم مش حد يعرفني غريب عن البلد فلو أذنت لي أن آتيك في زي السؤال السؤال جمع الشحتي هلبس هدومة قطعة وهلف خرقة كده على راسي وامسك عصايا وما فيش مانع يغطي عينه كأنه بقى أعمى أو لحاجة ويجي يحسد بالعصايا كده ماشي ويقول حسنة لله أول ما يجي البيت عندك أترق الباب أقول حسنة لله تقول مدخلني ومحدثني بحديث أو دعوا حديثين أو تلاتة حد فقال له أحمد بشرط ألا يعرف أحد من أهل الحديث ذلك قال له لك شرطك وفعلا تاني يوم لبس باله دوم قطعهم زيته ويلف خرقة على راسه والعصايا وقاعد يحسد زي لعمة كده ويجي إيه يقول الأجر يرحمكم الله فيقوم فتح له باب الديهليز كده قوم داخل يحدثه حديث حديثين ويطلع بقي ابن مخلق لحد بقى ما المتوكل رفع بقى المحنة وعلى منار أحمد بن حنبل وبقي ابن مخلق كان يسكن فيه فندق فمرض بقي ابن مخلق فالإمام أحمد كان بيذكر بقي ابن مخلق لذكر صبره وحكيته وأنه كان بيجي في زي السؤال الشحتين يعني وبتاعه والكامدة ويذكر جده والتياده في طلب العلم حتى مرض بقي ابن مخلق يوما ولم يحضر الحلقة الإمام أحمد سأل عنه أين بقي ابن مخلق فقال له ده مريض في الفندق أم قام من فوره وقام معه أهل الحلقة وذهبوا إلى الفندق لزيارة بقي ابن مخلق طبعا بقي رائد بقى في السرير وكده أول ما صاحب الفندق لقى كده دوشة كده وضجة كده بيبصر أحمد بن حنبل ما كانش مصدق نفسه ده جاي ليه قال لزيارة بقي ابن مخلق جاروا على بقيه وقالوا له أحمد بن حنبل جاي زورك امتلأ الفندق عن آخره وجاب أحمد بن حنبل يعني يعوده والكلام ده وكل الذين حول أحمد يمسكون الأقلام والمحابر والأوراق ليكتبوا ما يلفظ به أحمد هيقول إيه أحمد هيدعو لبقيه بن مخلق يقول له إيه علشان يكتبوا ما يقوله الإمام أحمد بن حنبل قال لبقيه بن مخلق إن بعدما أحمد بن حنبل انصرف جعل صاحب الفندق يخدمني هو والجماعب العمال يعني حسبة ورعاية لمعرفة أحمد بن حنبل به قال لو كنت بين أهلي ما خدموني كما خدماني أهل الفندق ده لما يطلع من بلده ويلف في الدنيا كلها 34 سنة متغرب كل هذا ليجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبها على مسانيد الصحابة مسانيد الصحابة يعني يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق ويجيبها كلها على بعضها أحاديث عمر أحاديث عثمان أحاديث عري أحاديث سعد بن أبي وقاض إلى تمام العشرة وبعدين يجيب لك أحاديث بني هاشم وبعدين يجيب لك أحاديث المهاجرين الأولين أو أحاديث الأنصار ويجيب لك أحاديث الكبار وأحاديث صغار الصحابة وأحاديث النساء كل ده يرتبوا زي ما هي طريقة المسانيد زي ما عمل الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أصحاب المسانيد يبقى أنفق أربعة وثلاثين سنة من حياته ولا يكاد أحد يعرفه في هذه الأمة إلا أهل الحديث دي مثلا حكاية رجل أبو حاتم الرازي اللي احنا جبنا سيرته ده الحقيقة حكايته عجيبة جدا جدا وأنا يعني كنت عايز أقول الحكاية بتاعته كلها بس أنا عايز أقول لك أبو حاتم الرازي رحلة واحدة بس قبل ما أقول الرحلة واحدة سأذكر لكم رحلات أبي حاتم الرازي والواقع اللي أنا أقولها دي مرة حكاية واحدة من كل هذه الرحلات انظر ما الذي حدث لأبي حاتم الرازي ولرفيقيه الذين كان معه ولم يكن لهم هم ما خرجوا لتجارة ولا خرجوا لأي عرض دنيوي إنما خرجوا ليجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليجمعوا أخبار الرواة النقلة الأحاديث كل هذا صيانة للنص الذي سيوضع بين يدي الفقي أو سيوضع بين يدي صاحب الدراية حتى يستخرج منه الأحكام والآداب والعبر لينتفع المسلمون بذلك فيقتربوا من ربهم ويفوزوا بجنة ربهم تبارك وتعالى يعني شوف اللي نقل الكلام ده ابنه الحافظ ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل شو بيقول إيه بيقول في رحلة والده قال سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ الفرسخ خمسة كيلو في ألف أدي خمسة ألاف كيلو ماش على رجله لم أزل أحصي حتى لما زاد على ألف فرسخ تركته ما أش عد بقى بعد الخمسة ألاف كيلو وأما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فمما لا أحصي كم مرة ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة طبعا من مكة المدينة خمسمائة كيلو أو ربعمائة خمسين كيلو وخرجت من البحر إلى قرب مدينة سالة وذلك في المغرب الأقصى المغرب يعني إلى مصر ماشيا ومن مصر إلى الرملة ماشيا ومن الرملة إلى بيت المقدسي ومن الرملة إلى عسقلان ومن الرملة إلى طبرية ومن طبرية إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص ومن حمص إلى أنطاكية ومن أنطاكية إلى ترسوس ثم رجعت من ترسوسة إلى حمص وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان أبي اليمان الحكم بن نافع أحد من شيخ أحمد وأحد من شيخ البخاري وأبو حاتم الرازي بقول كان بقي لي بعض حديث أبي اليمان ما كملتهم شيئا فسمعته ثم خرجت من حمصة إلى بيسان ومن بيسانة إلى الرقة ومن الرقة ركبت الفراتة إلى بغداد كل وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسطة إلى النيل ومن النيل إلى الكوفة كل ذلك ماشيا هذا في سفر الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع سنين خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان ورجعت سنة 21 ومئتين وخرجت في المرة الثانية سنة 42 واربعين ورجعت سنة 45 واربعين أقمت ثلاث سنين وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة ده دي رحلة أبي حاتم الرازي طبعا إحنا بنقولها بمتال بساطة يعني لكن ده رجل بقى كان ماشي في الحر الشديد وفي البرد الشديد ماشي على قدمه أحيانا تنفد النفق بتاعته يروح يأجر نفسه عند حمال زي ما حصل لأبي حاتم الرازي نفدت النفق بتاعته وبعدين أجر نفسه عند حمال المهم ما لم يصن يعني البعران كمان بغي اللي حمال اداله علقة وما يعرفش يطلع مين ده ما هو يعني انتعارف الجوهر بيبقى تحت التراب يعني لحد ما داخل أبي حاتم الرازي أول ما داخل الدنيا كلها تلمت عليه بتاع الرجل اللي ضربه علقة كان من ضمن اللي بتفرجه يعني قال إيه ده ده لنا لسه ضرب ده الإمام أبي حاتم الرازي بتاع راح واعتذر له وتأسف له الكلام فهو ما كانش حد شايف كرمته يعني في سبيل طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كل أحد شايف بقى هو ابن مين ومش عارف يقول كلام ده كانت الدنيا ضاعت الحكاية اللي أنا أحكيها دي أنا الحقيقة فضلت أن أذكرها كما ذكرها ابن أبي حاتم الرازي يعني الحكاية أحفظها يعني لكن أنا الحقيقة فضلت أن أذكرها لكم كما ذكرها ابن أبي حاتم الرازي طبعا وضع هذه القصة تحت قوله باب ما لقي أبي من المقاسات في طلب العلم من الشدة يقول سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة أرباع عشرة ومائتين ثمانية أشهر سنة ١١٤ وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي فَجَعَلْتُ أَبِيعُ ثِيَابَ بَدَنِي شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى بَقِيْتُ بِلَا نَفَقَةِ وَمَضَيْتُ أَطُوفُ مَعَ صَدِيقٍ لِي إِلَى الْمَشْيَخَةِ أسمع منهم إلى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع تعرف إنسان الجوعان لما يشرب الماء يزداد جوعا ثم أصبحت من الغدي وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد فانصرف عني وانصرفت جائعا فلما كان من الغدي غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ فقلت أنا ضعيف لا يمكنني ذلك فقال لي رفيقي وما ضعفك فقلت لا أكتمك أمري فقد مضى علي يومان ما طعمت فيهما شيئا فقال لي قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء الكراء لي أجرت السكن يعني فخرجنا من البصرة وقبطت النصف دينار قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري سرنا إلى الجار الجار موضع على بعد كان فرسخ كده من المدينة وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس أنا وأبو زهير المر وروثي وشيخ آخر من نيسابور لما ركبوا البحر وانت عارف زمان ما كانش بقى فيه مواتير ولا الكلام دا لا الريح المركب الشراعي دا الريح الهوى ماشي كده ماشي الريح استدبر المشعرفيه ومرجعهم تاني يعني بقي أبو حاتم الرازي بقوا في الماء مدة طويلة عدة أشهر يعني بيقول لما كنت في البحر احتلمت هو في المركب فأصبحت فقال لي صحابه إن أنا احتلمت أعمل إيه قالوا له اغمس نفسك في البحر خذ له غطس فقال أنا لا أحسن أسبح فعملوا إيه أموا ربطينه بحبل وأموا إيه حتفينه في الماء علشان يغتسل لأنه لو نزل يسبح من نفسه كده هاي غرأ وقالوا له خلاص إحنا بقى إيه نربطك بحبل كده أو إيه وحندلوك في الماء شدوا الحبل وأرسلوني وأنا في الماء أريد إسباغ الوضوء يعني يعني هو في الماء عايز يسبغ الوضوء فعايز يأخذ راحته فقلت لم أرسلوني قليلا فأرسلوني غمست نفسي في الماء المهم بعد كده إيه رفعوه ركبنا البحر قال ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا هم الفروض ماشيين كده لا الريح جاية كده قال فبقينا في البحر ثلاثة أشهر ثلاثة شهور تسعين يوم المركب في البحر مش رايحة للهدف مرة تاخدهم يمين مرة تاخدهم شبال ما ترجعهم ورا ثلاثة شهور حتى ضاقت صدورنا وفنى ما معنا من الزاد بقيت بقية من الزاد وصلت المركب بعد ثلاثة شهور للبر قال فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما معنا من الزاد خلاص قال فمشينا يوما وليلة ولم يأكل أحد منا شيئا واليوم الثاني كذلك والثالث كذلك فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا مش عارفين يمشوا وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ المروروذي مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين فضعفت وسقطت مغشيا علي فتركني صاحبي ومضى طبعا تركوا للموت زي ما هم اللي تنطركوا الشيخ المروروذي للموت أيضا فلم يزل هو يمشي إذ أبصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم فلوح بثوبه وانت عارف بقى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه لما قال أن النذير العريان أن النذير العريان ده بقى كان زمان لما الواحد يحب لو في قوم سيغيره على قبيلة من قبال وواحد عايز ينذر القبيلة دي كان يطلع على أعلى الجبل ويخلع هدومه ويقعد يلوح بالإيه بالثياب بتاعه فسموه بقى النذير العريان يعني الجيش وراه على طول فهو لما لوح بالسفينة للسفينة به الثياب بتاعته ده دلال على أن فيه يعني كارثة أول ما الناس سافوا هذا الرجل يلوحه بثوبه على طول أدركوه اددوله أكله كاللوم الحق فيه اتنين من رفقاي وعين بيموته قال أبو حاتم الرازي فلا يعني لم يعني أفجأ إلا وفيه واحد بيصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت له اسخيني فلما رجعت إلي نفسي قلت إن ورائي شيخ ملقا الحقوه الشيخ المروروزي الأولاني خالص فذهب إليه جماعة وأخذوا إيه بيدي وأنا أمشي أجر رجلي المهم أحسنوا إلى الثلاثة دول ودولهم من الكعك والسويق والكلام ده وكانوا رحيم بلد اسمها راية فكتبوا إلى رجل هناك إنه يعني يتوصل الجماعة طلبة العلم دول المهم وصلوا إلى الوالي بتاع مدينة راية هدية وهم ماشيين على من من ذلك الموضع لحد هناك نفد الكعك والسويق والكلام ده خلاص هيموتهم الجوع تاني هيرجع بقى القصة مرة أخرى فهم ماشيين لقوا إيه سلح فاه ألقى بها البحر كالترس كبيرة كده أول ما شفوها أخذوا حجر وضربوها على ظهرها فانفلق ظهرها فخرج من ظهرها مثل صفار البيض شربوه طبعا أنت ممكن دلوقتي أنت سمع تقرف هو بقى الجوع كافر يعني ما بيرحمش حد أول ما شربوا السائل الأصفر اللي طالع من ظهر السلحفة ده سكنيه الجوع قليلا وبعدين تحملوا بقى على أنفسهم لحد ما وصلوا إلى المدينة اللي اسمها رايا دي وأوصلوا الكتابة إلى عاملها فلما نزلوا عنده بقى أحسنة إليهم وكان كل يوم يجيب لهم الأرع وهو ده الأرع بقى بعينه بقى يجيبوا كل شوية يجيب لهم الأرع يقول لي عليكم بالقرع المبارك اللي يقطين كان يسمى لي يقطين يعني المبارك المهم بيقولي يجيب لنا كل يوم أرع في أرع في أرع زهقوا بقى محاكم الواحد لما بيستريح ينسى المحنة يعني هو الأرع ده اللي هو زهقان منه دلوقتي ما كانش لقيه أصلا اللي يشرب السائل الأصفر من ظهر سلحفاه لأنه حيموت من الجوع ما يتصورش أبدا ممكن يتبطر على الأرع لكن هو الحقيقة يعني كل يوم يجيب لهم القرع اللي هو اسمه اليقطين يقول لي هلما باليقطين المبارك فواحد منهم من الجماعة الثلاثة دول فبيقول إيه بيتكلم عربي فقال بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم نفسينا ناكل عديم الشرف ولا اللحم المشؤوم اللي يقطين المبارك ده خلاص زهقنا منه مش عايزين يقطين المبارك عايزين الرجل إيه كان طبعا هم مراتهم مع بعض الفارسية ظنن منهم إن الرجل إيه بيعرف عربي بس فلما قالوا البعض كده ألا يدعو لنا باللحم المشؤوم فقام الرجل تبسم صاحب الدار وقال أنا يعني جدتي كانت فارسية وبعرف فارسي برضه قال فمن يومها إيه بدأ يجيب لهم اللحم إيه المشؤوم دي رحلة كان ممكن يطلع عليهم سبع يكلهم كان ممكن يموتهم ما كانت شديقي السفينة دية والكلام ده طب هل تاب أبو حاتم الرازي أو تاب أصحابه أو الكلام ده هو عن الرحلة في طرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبد أنا قلت لك أبو حاتم عمل إيه ماشى كان فارسخ ودي رحلة وحدة من كل هذه الرحلات فقدر إنه عنده عشرين تلاتين رحلة مثلا حصل فيهم حاجة زي كده ومع ذلك لم يدعوا الرحلة أبدا لأنهم كانوا يفعلون ذلك ديانة كل هذا ليحفظوا لنا النص النص كما هو ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فسقوا وزرعوا ورعوا أما الطائفة الثالثة المذمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومنها فأصاب أي الغيث منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذا الجنس هو الذي لم ينتفع بما أرسله بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولنا وقفة مع هذا الجنس الردي وما فعله في هذه الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمني القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر